التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ بورسعيد عادل الغطبان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة تناول اللقاء استعراض مشروعات نظافية للخطة الاستثمارية ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومقترحات تطوير منطقة المثلث والذي سيعود بعائد مادية على الدولة مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والعمل على توجيه موارد الدولة واستغلالها في مشروعات أخرى